رجعنا لكم تاني بعد اخر واهم الاخبار احنا عارفين ان سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي كان وجه رسائل مهمة جدا خلال اجتماعه مع قادة الجيش والشرطة امن وامن وحماية البلد من الاساسيات اللي موجودة الارهاب اللي بيهدد امتنا ده يعني عايز اقولوكو من الملفات الرئيسية لموجهتها في الفترة اللي جاية ابطالنا اللي موجودة في قوات المسلحة هي اللي بتقف ضد هذا التهديد المباشر بشكل كبير علشان كده الرئيس عبدالفتاح السيسي بيكون حريص دايما على ان هو يعمل لقاءات متواصلة مع قادة القوات المسلحة مبارح الرئيس ترقص اجتماع المجلس الاعلى لقوات المسلحة واعقبه باجتماع تاني مع وزارة الدخلية كان في مجموعة من الرسائل المهمة اللي وجهها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اولها رفع الروح المعنوية لرجال قوات المسلحة واللي قدروا بجد في الفترة الاخيرة ان هما يحبطوا عدد كبير جدا من العمليات الارهابية طبعا دي نقطة عايز اقولكو فارقة لما بنتكلم عن امن واستقرار مصر لا يمكن ابدا ننسى رجالنا اللي في القوات المسلحة اللي بيضحوا كل يوم كل يوم بحياتهم عشان احنا نقدر نعيش بمنتهى البساطة كده زي ما احنا عايشين الناس دي كل يوم بتقدم لنا ملاحم رائعة في سينة في السياق ده برضو اطلع الرئيس على الخطط والتدابير اللي بتنفزها وبتقوم بيها القوات المسلحة خاصة في شمال سينة علشان يوجهوا هذا الخطر اللي هو الارهاب وشايف ازاي ان احنا قدرينا الحمد لله في الفترة الاخيرة بعد ما كان فيه تهديدات كبيرة جدا للنقاط المتمركزة هناك في سينة ازاي ان اصبح هناك ضربات استباقية للقوات المسلحة في سينة وشفنا كان الاول من عقيدة القوات المسلحة او الفلسفة الخاصة بالقوات المسلحة اللي بيتم استهدافهم هناك انما من كتر ما الارهابين كانوا بيحاولوا يبينوا ان لا ده احنا لنا الغلبة ده احنا بنعمل عمليات ده احنا بنقف مش عارف نعمل ايه ده احنا كذا ده احنا كذا كان لازم رد الجيش كان يجي بقوة والحمد لله كنا بنشوف ازاي ان كل يوم في ملحمة بتتقدم